السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض ان شاء الله عيش الكريب. بطريقة سهلة جدا ومنكونات بسيطة. وهتزبط معاك ان شاء الله لو عملتها بنفس الطريقة بالزبط وبنفس المقادير. ان شاء الله هيزوط معاكي ويبقى جميل جدا. وكمان هنعمل احلى سندويتش فهيتة وهوريك الزيت اللي فيه زي بتاع المطاعم بالزبط. منكونات العيش اه تلات كبايات دقيق منخول كبايتين لبن بطين ورشة ملح وفلفل. عشان ده هيبقى حاضر. اول حاجة هنضيف لازم نضيف الاول اللبن. ده لبن بودرة انا مدوبة في مياه. اه وبعدين هنضيف الدقيق. انا جربته باللبن عادي برضو. بس اه طعمه باللبن البودرة احلى بكتير. وبعدين هنضيف البيت ورشة ملح وفلفل ونضربهم كويس في الخلاب ده. هيبقى بشكل ده كده. هنبتدي نصفيه. عشان خاطر لو فيه اي تكتلات برضو. وبعد ما نصفيه كويس هنسيبها ترتاح خمس دقايق كده عشرة دقايق. هنجيب طوصة تكون ما بتلزقش وبعدين هنرشها راشة زيت بسيطة كده. ونبدأ نفرد العجين بالشكل ده كده. هنسيبه على نار عالية. آآ اول ما يبدأ ياخد لون هنقلبه على الوش التاني. بس كده نعمل واحد كمان. هنفرد العجين بالشكل ده كده. نلف الطوصة كلها في اتجاه واحد عشان خاطر ما يعملش تكتلات في العيش. كده انا خلصت الكمية كلها جميل جدا وعشان يبقى طاري معاكي كده لازم تفضلي مغطيها بفوتة. آآ عشان خاطر اول ما تيجي بقى تبدأ تشتغلي فيه كده. هنحطه على الطوصة الطوصة تاني. ونبدأ بقى نحط المكونات اللي انت عايزاها. انا حطيت كاتشاب ومايونيز وجبنا رومي وزتون. وبعدين حطيت الفهيتة اللي انا عاملاها. وان شاء الله هعمل لكم فيديو للفهيتة الواحده. هنبدأ بقى نلفه بالشكل ده كده زي بتاع بره بالزبط. انت لما بتحطيه على الطوصة تاني آآ بيبدأ يقرمش بقى آآ فلازم تبقى مغطيها عشان يفضل طاري تعرفي تشكيليه في الطوصة تاني. وبعدين خلاص بقى وانت بتقفلي للعيش بتسيبيه شوية على الطوصة فهيقرمش منك. خلاص كده خلصنا وماشاء الله طعمه طحفة جربوه مش هتندمو. آآ يارب يكون الفيديو عجبكو. لو الفيديو عجبكو بتنسوش لايك للفيديو. اشتراك في القناة. وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد ان شاء الله. واستنوني بقى عمل لكم فيديو للفهيتة.